عايزين نعرف ايه هو مرض سرطان عنق الرحم الحقيقة مرض سرطان عنق الرحم ده واحد من اخطر واكثر امراض السرطانات في السيدات هو يعتبر رقم 6 في السرطانات اللي بتيجي للسيدات والحقيقة في اخر كام سنة احنا بنقول ان عدد المصابات بسرطان عنق الرحم وصل لتسعين الف سيدة بيصابوا بسرطان عنق الرحم منهم حوالي 47 الف سيدة توفوا وده رقم كبير جدا وعنق الرحم هي نطقة الموصلة ما بين منطقة المهبل ومنطقة الرحم هو الباب الرحم بتاع السيدة والحقيقة الموضوع بالنسبة لسرطانات الجسم كلها مختلف وسرطان عنق الرحم يتميز بطبيعة خاصة جدا جدا لان اغلب السرطانات الحقيقة احنا ما نقدرش نمسيك لها سبب واضح يعني لو مثلا بنتكلم على سرطان الرئة نقدر نقول ان التدخين بيزود الرسك بتاعه يعني هو رسك فاكتور بس في ناس جالها سرطان الرئة وعمرها ما شربت سجارة ولكن الحقيقة في سرطان عنق الرحم مرتبط ارتباط وثيق لأكتر من تسعة وتسعين في المية من حالات سرطان عنق الرحم مرتبطة بفيروس اللي هو الـ HPV اللي هو بنسميه الفيروس الحليمي فالفيروس ده بيسبب تسعة وتسعين في المية من سرطان عنق الرحم عشان كده الدكتور الألماني اللي اكتشف النظرية دي اخد جايزة نوبل لانه قال ان بما ان السبب فيروس ففيه وقاية ممكن نقدر بنعملها من الفيروس زي كل الحاجات الفيروسات نحن بناخدها تطعيمات مزبوط احنا بناخد تطعيمات من وحنا اطفال تطعيمات فيروسات كتيرة جدا 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 في حياتنا من اول ما ابنت ولد نقول ولاي ده الفيروس الكابدي الوبائي ده في اليوم الاول بعد شهر بناخد تطعيم لفيروس تاني بعد ثلاث شهور ستة شهور بنفضل حياتنا كلها طبعا رسا مخلصين التطعيم بتاع الكوفيد من سنتين كلنا فالحقيقة بما انه سرطان ولكن مسببه فيروس اصبح السرطان له تطعيم وده حاجة متفردة في سرطان عنق الرحم الحقيقة طيب دكتور حضرتك قلت بس عايزين نوضح نقطة قلت انه وصلت عدد الحالات المصابة بسرطان عنق الرحم لتسعين الف ده في السنة صحيح ده عدد سنوي بيموت منهم سوحدة قلت سبعة واربين الف طيب هل العدد ده زايد عن السنين اللي قبل كده الحقيقة الاعداد بتاعتنا عنق راحة منظمة الصحة العالمية عملت ريبورتينج في مناطق اللي هي بنسميها الشرق الأوسط ولقيت ان الاعداد فيها متزايدة ولكن الاستراتيجي بتاعت منظمة الصحة العالمية لخفض والقضاء على المرض ده أصلا بما ان حضرتك برضو بتتكلب عن تقرير منظمة الصحة العالمية هل الرقم ده موجود في مصر بس ولا الرقم ده رقم علامي؟ لا رقم علامي علامي طبعا نسبة إصابته خارج مصر أكبر بكتير من مصر حسنًا 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 حسنًا